نادي حسنية اقادير يحقق الفوز على الجيش الملكي بعدما كان الجيش الملكي متقدم في الشوت الاول على حسنية اقادير نادي حسنية اقادير يدخل في الشوت الثاني ويقلب الطاولة على نادي الجيش الملكي ويفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد وبهذا النتيجة يكون هذا هو الفوز الثاني لنادي حسنية اقادير تحت قيادة سكي تيوي وكتكون هذه الهزيمة الثالثة نادي الجيش الملكي لهذا الموسم وبهذا النتيجة نادي حسنية اقادير يبعد بعض الشيء على مناطق الهوبوت كيوصل ثلاثة وعشرين نقطة فيما كيتجمد راسيد ديال الجيش الملكي في سبعة وربعين نقطة بفارق نقطة واحدة على نادي الويداد البيضاوي وبهذا النتيجة تشتعل صدرامي جديد على بعد نقطة ما بين المتصدر والوصيف فيما الفتح الرياضي في المركز الثالث بواحد وربعين نقطة يليه أولمبيك أسفي تستة وثلاثين نقطة أما الرجاء ربعة وثلاثين نقطة في المركز الخامس إذا كنت تشعل الصدرامي الجديد ونترقب كلاسيكو إن شاء الله سيكون واعا إن شاء الله الكلاسيكو ما بين الجيش الملكي والويداد الرياضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة